أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار أنه تم تقديم 50.920.840 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة وذلك منذ إطلاقها نهاية شهر يوليو الماضي في جميع أنحاء الجمهورية وعضحت وزارة الصحة أن الحملة قدمت أمس 1.646.493 خدمة من بينها قرابة 621.000 خدمة من خلال قطاع الرعية الأساسية وتنظيم الأسرة وأكثر من 420.000 خدمة من خلال قطاع الرعية العلاجية هذا فضلا عن أكثر من 104.000 خدمة تابعة لمبادرات الرئاسية للصحة العامة ترجمة نانسي قنقر